هل الزمالك ما ينفعش أبداً يكمل الموسم باللعبين الحاليين ولازم يتم رفع يقف القيد في يناير ولا ممكن الأمور تزق مع الزمالك لنهاية الموسم وخلاصة لا اللي حصل مرة مش هيتكرر تاني وأنا قلت الكلام ده كتير الفترة اللي مش فيها أبو جبل ومش فيها طرق حامد ومش بين شاركي والزمالك جاب عبدالغني رحم العبه ربما كان طرق حامد ومعرفش جاب مين بنشرق مش يا كابتن كريم قبل الدورة وميخلص بالستة ماتشوات يعني وكان وصلك على فكرة بنشرق مشي والزمالك أول الدوري فممكن بقى الدفع بقى لآخر سلطة ماتشوات انت ممكن تلعب بأي حد فسواء الزمالك وممكن جزئية لكن جزئية برضو مهمة لما أنا كون عندي فرقة فيها بنشرق وعندي فيها طرق حامد وعند أبو جبل التلاتة برضو يقع أي فريق بس أنا أصد انه يحطني أول الدوري أنا ممكن أخد الدفع وفضل ستة سبعة ماتشواتك سبعة واخد الدوري ده أنا ممكن أكسب بعناصر تاني بس أنا أصد ان انا أوصل أصلا ان انا فضل ستة سبعة جهولات على الدوري وأنا الأول دي الأصعب يعني فكرة يعني انت حطيتنا على الطريق الصحي خلال اه اه بمعنى يعني طيب انا مش عادة روصل لها دلوقتي ايه اللي مش يحصل صعب ان انت تاخد بطولة في ظل السكوات اللي موجودة مش معنى كده ان فيه كسورك بيقول لأ الزمالك محتاج طبعا وانا بأتفع مع خليفة ان في كل خط انت عايز لعب أو اتنين مفيش مشاكل لكن الاسكوات برضو اللي موجود مش سيء قوي لكن هي الفكرة في حاجة زي ما احنا عادين بنتكلم دلوقتي بنقول لعب تشفي كم سنة وبيلعب تسعين دي او مفيش حد غير الناشئين ما كل ده انت بتلغي كومبتشان ما بين لعبه ومفيش تنافس ما بين اللعيبة كل اللعيب النهاردة حجز مكانه دي اكبر خطر بيمر على اي فريق في العالم حتى لو ريال مدريد لو اللعيب حجز مكانه دي مشكلة كبيرة جدا عشان كده انت بتلاقي مشاكل بعيد خلص عن الملعب النهاردة التلات لعيبة اللي خرجوا دول لو هم حاسين اللي مكانهم حد ممكن قريب منه ويخش فيه لا هيبقى في التزام فما تبصش في الحداشر او التمنتاشر او الاسكر اللي بتحط بس على الاساس هو ده اللي ممكن يجيب لي بطولة لا الكلام ده كله تبص عليه في قط اللبس تبص عليه قبل قط اللبس كمان لازم تخلق تنافس شريف من اللعيبة لازم يكون كل لعيب في مكانه لبديل لحد يكون في ظهره دايما تعرف دايما خريفة لعيب الكرة لما مرتاح مش محتوط تحت اي ضغط ما بتطلع منه باي حاجة خالص عشان كده انديت الشركات او حتى برمز لما بنتكلم عنه في المتشنطات الكبيرة ما بتلاقيش في ضغط جمهرية ما بتلاقيش في ضغط منافسة في قط اللبس فبتلاقي الموضوع بقى عادي فالزمالك في وقت من الاوقات لو انت ما دخلتش تعيبك كويسة قوي وتبدأ تغير الدم اللي موجود وفي نفس الوقت تخلق تنافس على مين اللي هيلعب لأ الامور ملاحش علاقة بقى بالملعب خلاص انا حاجز مكاني فدي مشكلة كبيرة هتقابل الزمالك الفترة الجاي موسيقى